طيب زي النهاردة فكركم بس برضو بالذكرات السعيدة للنادي الأهلي واحدة من الذكرات اللي أنا تشرفت بالحضور حقيقة يمكن يعني طول وقت شغلي في قناة الأهلي كنت تشاهد على مرحلة من أهم مراحل نادي الأهلي على مدار تاريخه لحظات شفنا فيها إنجازات تاريخية الحقيقة بتتحقق لأول مرة على إيد الجيل ده حقيقة جيل تاريخي الحقيقة زي النهاردة كان 17 يوليو كان تتويجي النادي الأهلي باللقب العاشر في بطولة أفريقيا السلاسية لا تنسى الحقيقة في مارما كايزر تشيفز في كازابلانكا ويبدو أن كازابلانكا والشاه حلوة علينا يعني لأنه بطولتين من الأربع اللي خدهم الأهلي في السنوات الأخيرة كانوا في كازابلانكا طبعاً 3 صفر محمد شريف محمد مجدي أفشا عمر السولية 3 أهداف لها ينسوا يمكن يكون أسهل نهائي ويمكن يكون أكتر نهائي ما خدش حقه يعني النهائي على حساب الزمالك طبعاً ده حتى تانية يعني لا مقارنة ولا مجل إنه هو يتقارن حتى مع الصفاقسي يعني لو سألت جمعين نادي الأهلي أغلى نهائي دوري أبطال أو أغلى لقب دوري أبطال هيتقالك القضية طبعاً على حساب نادي الزمالك النجمة التاسحة على حقق النادي الأهلي بشوف الصفاقسي التونسي النهائي الفرادس هدف أبوتريكا الشهير طبعاً يمكن يكون بعده من حيث الغلاوة الأهمية الصعوبة السيناريو الدراما لكن كايزر تشيف زي يمكن جي في النص كده ما حسناش بيه وكان نهائي سهل والأهلي تفوق فيه من بداية المباراة لنهايتها وعمل سكور كبير جداً لكنها تظل ذكرى مهمة جداً تتكلم على عشر لقب من ألقاب النادي الأهلي وحن النهاردة بنتكلم على 12 ومنسع إن شاء الله مع النادي الأهلي لتحقيق لقب 13 في الموسم اللي جاي